خلينا نبدأ مع بعض أخبارنا سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح انبارح مصنع الرمال السوداء بمدينة البورولوس بمحافظة كفر الشيخ واللي بيعتبر الأحدث من نوعه على مستوى العالم باستخدام تكنولوجيا التعدين المتطورة الحقيقة أن المشروع ده إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية الكبرى اللي بتشتغل عليها الدولة لتعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية طبعا لأن المشروع بيحقق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء واللي بتستخدم في العديد من الصناعات الدقيقة وممكن بتفتح المجال قدام استثمارات جديدة بالدعم الاقتصاد الوطني وعملية التنمية الشاملة خلال افتتاح هذا المشروع قال الرئيس رغم أن موضوع الرمال السوداء معروف في مصر من 90 سنة فاتت لكن فكرة المشروع بدأت من خمس سنين فقط بدأت الدولة تشتغل على درسات الجدوى اللي أخذت ثلاث سنين وكان سيادة الرئيس على الطلاع دائم بسير المشروع وحجم الاحتياطي الموجود من الرمال السوداء والقيمة المضافة كمان للمعادن اللي بيتم استخلصها من هذه الرمال وأنتجها من هذا المشروع خلوا نشوف مع حضراتكم دلوقتي جزء من كلام سيادة الرئيس بسم الله الرحمن الرحيم أولاً أسمح لي أقول أنا كنت سعيد باللي أنت قلته ولكن أنا عايز توضح للناس في مصر اللي بتسمعنا للوقت وكتشوفنا الحكاية دا بدأت إمتى كتاريخ لفهم واكتشاف الموضوع ده في مصر يعني أنا عايز أقول لي ممكن أكتر من 80 سنة فأنا بس بقول ده أنا كنت عايز دكتور حمد يشير لي ده وعايز أقول لي إحنا لما تكلمنا في الموضوع ده من خمس سنين ما حدش كتير شجعنا يا دكتور حمد ما حدش شجعنا كفكرة يا دكتور مصطفى لأن طبعاً الدراسات الجادوة خارت ثلاث سنين ومين حي تفع تمن حاجة زي كده أنا بقول الكلام ده لينا كلنا كمصريين لكن بعد ما عملنا الفكرة ديت وتحركنا في المصار ده طب ما تتكلم أنت الأول على الموضوع وبعدين أبقى عالق أنا فضل إيش رح للناس شكراً يفهم عشان يفهموا الموضوع ده أكتر لأن إحنا ممكن أول مرة ناس تسمى حاجة اسمار ريمال السوداء في مصر المهاردة والليل فضل لما الموضوع يا شازلي يبقى موجود ومطروح بقاله أكتر من خمس سنين ومحدش شجعنا لما رئيس الدولة المصرية نفسي يقول للمحدش شجعنا هنا الدولة بتقوم بمسؤوليتها هنا الدولة بتمد إيدها للبحث العلمي وتقدر تتحمل وتفتح المجال كمان مستقبلاً للاستثمارات تحمل فكرة وضع خطط جدوى ودراسات جدوى لمدة 3 سنوات تكلفتها عالية جداً تحملتها الدولة علشان نقدر نعمل حاجة مختلفة فكرة استخلاص معادن رئيسية كتير هتفتح مجالات كبيرة جداً في الفترة القادمة للتصنيع لأن المواد الأساسية أو الرمال السوداء ممكن يكون فيها أكثر من 6 معادن بتدخل فيه صناعات كتير جداً صحيح مظبوط كلامك وكنت بس أريد أن نوضح للناس لرمال السوداء عشان فيها معادن لونها يميل إلى لون الأسود زي الإلمنايت والماجنيتايت والزيركون هذه المعادن موجودة في هذه الرمال كانت الرمال دي موجودة في مصر في 11 نقطة للتجمع بطول الساحل الشمالي لمصر على سواح البحر الأبيض المتوسط بنبتدي من أبو إير من إسكندرية بنروح لحد رفح في 11 مكان في تجمع للرمال السوداء بالإضافة إلى أماكن أخرى موجودة في الجنوب في برنيس وأيضاً بالقرب من بحيرة ناصر دي أماكن لتجمعات الرمال السوداء موجودة من إمتى زي ما تبعنا؟ موجودة من 90 سنة هذه التجمعات لكن ما فيش حد فكر أنه يستغل كان فيه دراسات لكن زي ما اسمعنا من الدكتور حامد ميرا دراسات حبيثة الأدراج فيه دراسات وفيها بحاس بتتعامل لكنها موجودة في الأدراج زي ما هي محدش بيفكر أنه ينفزها على أرض الواقع طبعاً زي ما تبعنا وعرفنا بيستخرج منها مجموعة كبيرة من المعادن وتدخل في العديد من الصناعات زي صناعات هيكل السيارات والطائرات والسواريخ والسراميك والأسنان وحاجات كتيرة جداً بتدخل هذه المعادن فيها وحجم الطلب العلامي عليها كبير جداً بالمناسبة هنا إحنا لما فكرنا في هذا المشروع كان في ظرف خمس سنين دراسات جدوى وعلى طول بدأنا الإنتاج رأينا حاجات كتيرة جداً ودي مهمة جداً مش معقولاً كون ماشيين فيه مبادرات تحافظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية والحد من تأثير التغيرات المناخية وفي النهاية نعمل مشروع ضارب البيئة لا رأينا البعد البيئي إلى أقصى حدود ودليل على ده الكراكة كراكة تحيا مصر هذه الكراكة الهولندية اللي جات مصر من شهر تمانية اللي فات مش اللي فات ده من شهرين يعني من حوالي سنة وشهرين وصلت بالفعل إلى البرولوس عشان تبدأ في هذا المشروع هذه الكراكة أكبر كراكة في العالم وجديدة من نوعها لأنها تعمل بالكهرباء ومش موجود منها غير اتنين بس في العالم كله مبدئين هي مصممة خصيصاً لهذا المشروع وموجود منها اتنين بس واحدة عندنا والتانية موجودة في كندا حاجة تانية وتابعناها دين بارح من كلمة سيادة الرئيس أنه حريص على صحة وسلامة العاملين في هذا المشروع المهم وقال حتى للدكتور حامد ميرا قال له لو أنتم شايفين أن الناس اللي شغالة في هذا المشروع محتاجين أي إجراءات احترازية محتاجين أي حاجة يلبسوها محتاجين أي أدوات إحنا مستعدين نعمل ده حفاظاً على سلامتهم وكان رد الدكتور حامد أن كل هذه العوامل متوفرة عوامل الأمان وفي نفس الوقت برضو ما بنسمحش العمال أنهم يشتغلوا فترة أطول عشان يقدروا هما كمان يحافظوا على صحتهم الفكرة كمان أن إعادة إحياء لمنطقة الدلتة حماية طبعية بدون تكلفة إضافية لشواطئ الدلتة حمايتها من إشعاع وتطهيرها وحماية لها من التغيرات المناخية اللي كانت بتحصل في الفترة اللي فاتت واللي إحنا طبعاً بنتكلم عليها بقالنا فترة فكرة توفير خمس تلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في الفترة دي دي هتفرق كتير جداً خصوصاً أن طبعاً إحنا شايفين أن المشروعات التنموية الكبيرة بتحاول في الفترة الأخيرة أنها تتوفر فرص عمل سواء مباشرة أو غير مباشرة مستدامة أو موسمية للعاملين أو للموجودين في الأماكن المختلفة عشان تقضي على فكرة الهجرة الداخلية اللي بتحصل الدولة بتحاول تحارب العشوائية اللي نتجت عنها عندنا كمان فكرة حماية الشواطئ زالة الأخطار من المعادن فكرة أن عندنا أكتر من مكان حيبقى يتم فيهم وجود استثمارات أجنبية كل ده يشازلي حيفر كتير في الفترة في الفترة الجاية في هذه المنطقة وحيعملها إعادة إحياء وحيضحها على الخريطة الإقتصادية العالمية من وجود استثمارات أجنبية بكل تأكيد أيضاً سيادة الرئيس وجه كلمة مبارح للقطاع الخاص وللشركات المحلية وقال أن مشروع الرمال السوداء متاح للقطاع الخاص للدخول فيه لأن دراسات الجدوى بتقول أن في حجم احتياط كبير بيسمح بالتوسع في المشروع خصوصاً أن فيه طلب عالمي متزايد على إنتاج المشروعات دي إحنا انتظرنا المشروع ده فترة كبيرة قوي يعني كنا متابعينه مع الناس اللي شغال فيه معكم وكلكم خلال التلاث سنين اللي فاتوا أكتر أو بأن ما بتدينا بتدي المعدات تيجي واخدت أكتر من تلاث سنين مش كده أوليد ولا؟ مش كده؟ طيب أنا عايز أقول لي أنا باتكلم بقى القطاع الخاص وباتكلم حتى للشركات اللي اشتغلت معنا في هذا المجال شركات محلية زي حسن علام وغيرها دكتور مصطفة وكل اللي اشتغل أنا بقول لك دلوقتي انت عرفت المصار مش كده؟ ده مصار انتوا عبال ما عملته خدت وقت كتير فيه وعبال ما يعني المكونات المشروع والطرح والكلام اللي هو بيتعمل ده عشان المعدات دي تيجي ثم الستين في المئة اللي انتوا قلتوا عليهم كمنتجات بتتعمل في مصر والباقي ممكن يتم استراده من الخارج الكلام ده ما كلمتش معك يا دكتور حامد ده كلمته معاهم وقلت لهم ايه سؤال حجم الاحتياطات اللي موجودة هنا تكفي قد ايه وحجم الطلب العالمي قد ايه ده كان سؤال لنا قلت على مقتضاء هل فيه فرصة اكتر من ده يعني يتعمل مشروع واثنين وثلاثة ولا لا لان ممكن يكون الطلب هو اللي بيحدد يعني فكان السؤال بقوله وبسمعه لل للقطاع الخاص من اول المشروع ده متاح الدكتور مصطفى ايوه متاح لكم ان انتم تخشوا فيه طبعا اللي عايز يتفضل وكلام ده بقوله في كل مشروع افتتحه عشان طب تقولي طب احنا ماديتناش الفرصة من الاول ليه الفرصة طب ما كانت موجودة على مدى اربعين خمسين سنة دكتور حامد صحيح يا فرصة لا بامانة يعني احفا مش كده وبدأ في السبعينات بقى ياخد الحيذ الأكبر من الدراسات كانت في السبعينات ثمانينات لكن هو قبل كده كمان يعني انا عايز اقولك اكتشافات انت قلت 1922 1930 كان يعني بقى احنا عارفين ان في حاجة زي كده في مصر ولكن كاجراءات تتعمل عشان يطلق مشروع زي كده ما جاتش فرصة حقول ما جاتش فرصة مش هقول اي حاجة تانية لان ما حدش ابدا هيبقى شاف ان في خير ويا دكتور مصطفى ولا بقى احنا بنظلم الاخرين ونظلم نفسنا في الكلام لا اي حد في مصر مسؤول اي مكان موقعه حيبقى حريص على ان هو لو في مجال خير هي ايه؟ هيعمله لكن ما حصلش ما جاتش فرصة اقول ان فرصة جات بايه؟ بان في مصار احنا نجحنا فيه دلوقتي وعارفنا تفاصيله وبقى في حاجة تشكلت وخرجت للنور في المشروع ده الاجابة اللي انتو عايزين تسمعوها ان دراسات الجدوى انا بقول الكلام ده للي بيهتم بالشغل ده اللي عايز يخش في مشروع زي ده بقول له دراسات الجدوى بحجم الاحتياطيات تخليك تخش وتشتغل في الموضوع ده وانت مستريح دي واحد نمرة اتنين طلب السوق العالمي لهذا الموضوع كبير جدا جدا يلبي اي منتج انت هتطلعه يتبقى جزء في القيمة المضافة اللي طرحت هنا ده موضوع تاني خالص يعني فيه خامات ما لهاش خيمة مضافة ابدا هي حتتبعك خامات كده وفيه خامات طلعة ممكن تعمل منها شغل في مصر قد يكون حيتكلف كتير عشان يطلع وخبرات كبيرة برضو كل ده بنقوله عشان البيانات اللي موجودة عندنا الدكتور حامل وجهاز الخدمة الوطنية وكل من هو معني بالموضوع دوت البيانات والوهلوات يا دكتور مصطفى المتاحة للمشروع متاحة للكل اللي عايز يشتغل في هذا الامر ليه بقى؟ اه ده يا وليد انا بقول ايه؟ قلت السؤال واجابته قلت هال الاحتياطات اللي موجودة تكفي ان حضرك تحط السسمرات لهذا الموضوع؟ اه طب حجم الطلب العالمي على المنتج اللي طالع موجود؟ اه يبقى فاضل ايه؟ فاضل ايه دكتور مصطفى نحمل المشروع ما قلتش الدولة بقى؟ ما قلتش ايه؟ ما قلتش الدولة لا بقول التاني للقطاع الخاص حتى للشركات اللي ابتدت تشتغل فيه تخش تتحرك معنا طب تعمل كم واحد كم مصنع زي كده او كم مجمع زي كده واحد اتنين عشرة انت بتتكلم الكيلو بياخد سنة؟ اه دكتور حمد ما شكده؟ تقريباً الكيلو بياخد سنة؟ نعم طيب انت بتتكلم ربعمائة كيلو مش كده يا دكتور مصطفى ده اللي انتو تأكدوا منه صح يعني لو فرضاً يعني في شركة واحدة تقدر تشتغل كده ربعمائة سنة طب لو عشرة شركات ربعمائة سنة ربعمائة سنة ربعمائة سنة مش كده؟ طب يلا انا بقول كده للشركات التانية عشان في فرصة للموضوع دوت حتى على ضوء المؤكد دلوقتي احنا في كلام تاني شغالين في نشوف هل في فرصة تانية زي ما قال كده في بحيرة ناصر وبارنيس وحيطة تانية ممكن او ان احنا كمان يبقى فيها الشغل ده اذا ممكن نعمل مصنع واثنين وثلاثة واربعة سواء بشركات القطاع الخاص او لو هي عايزة تخش حتى في شراكة مع الدولة دكتور مصطفى احنا ايه جاهزين على مدار السنين اللي فاتت اكتر من ستين في المية من مستلزمات الانتاج اللي تم استخدامها في هذا المشروع تم توفرها بأيدي مصرية ومستلزمات الانتاج كانت مصرية والباقي تم استيراده نقدر نقول ان حصل نوع من انواع تبادل الخبرات او الخبرة المكتسبة من التعامل مع الشركات الاجنبية اللي تم الاستيراد منها وحصل تبادل خبرات بين المصريين وبين الخبراء اللي موجودين من الخارج حصل كمان فكرة الدعوة اللي اطلقها سيادة رئيس انبارح للقطاع الخاص انه هو قال او دعا لتكوين مجموعات استثمارية يعني مجموعات بيحاولوا انهم يندمجوا مع بعض لتكوين مثل هذا لان طبعا الاستثمار هيكون يعني بعض السمن والفترة الجاية متوقع ان يكون فيه اكتر من مشروع يمكن الفترة الطويلة اللي اتخذتها الدولة المصرية اللي انشاء مش مثل هذا المشروع مش هيحتاج القطاع الخاص انه منها لان كان فيه فترة كبيرة لدراسة الجدوة يمكن الرئيس انبارح في كلامه قال ان في خلال سنتين او ثلاثة ممكن يبقى عندنا اكتر من ثلاثة او اربع مصانع لو حصل اتحاد في الكينات اللي هتستثمر فيه الفترة القادمة متوقع ان حجم الاستثمارات اللي موجودة من القطاع الخاص توصل من عشرين لتلاتين مليار جنيه رقم كبير قطاع الخاص ممكن يبقى الآن انه هو يدخل برقم كبير زي ده لكن برضو وضح سيادة الرئيس انبارح ان العائد مش هيقل عن عشرين لتلاتين في المية وكله بالعملة الصعبة فاحنا عندنا اكتر من فايدة ادخال عملة صعبة للبلد طلب عالمي لمدة سنوات كبيرة فكرة ان المعادن والمواد الانتاج اللي بتخرج دي هتستخدم في حاجات كتير جدا في تصنيع الجلود الورق البوية اجسام الطائرات الغواصات يعني عندك مجال كبير جدا هيتم استخدامه فيها جميل ويمكن القطاع الخاص كان بيعزف عن مثل هذه المشروعات زي ما عرفنا لتكلفة هذه المشروعات ولانه ما كانش فيه رؤية لكن دلوقتي الموضوع بقى واضح لانه بقى فيه دراسة جدوى بالفعل الدولة عملتها وعرفنا حجم الاحتياطي من الرمال السوداء في الاماكن اللي احنا عرفناها لحد دلوقتي يعني لسه ممكن كمان مع الوقت نكتشف اماكن فيها تجمعات لي الرمال السوداء فاحنا وانت بتعمل المشروع مركز على حاجتين شفت الاحتياطي وشفت الطلب العالمي ودي نقطة مهمة جدا تشجع بيها القطاع الخاص لانه يدخل في مثل هذه المشروعات حتى الرئيس قال انه مش لازم تكون شركة معنية ومتخصصة تحديدا في التعامل مع الرمال السوداء لانه احنا عندنا في مصر لسه المجال جديد ودي اول تجربة فممكن اي شركات شركات المقاولات شركات الانشاءات شركات اي نوع من انواع الشركات ممكن تدخل في هذا المشروع عندها راس مالي اللي ممكن يدخلها في هذا المشروع دراسة الجدوة موجودة عرفنا الاحتياطي عرفنا الاماكن بتاع التجمعات فكل حاجة بقت جاهزة ومتاحة دلوقتي الاحتياطي موجود احنا بنتكلم في 400 كيلو متر وزي ما الرئيس قال السنة او الكيلو بياخد شغل سنة يعني لو شركة واحدة الشركة دي ضمننا ان هي تفضل شغالة هذا القطاع خلال الفترة اللي جاية ده هيساعد على توطين الصناعة مرة اخرى لان زي ما قلنا هذه المواد الخام المعادن دي تعتبر مواد خام بتدخل في صناعات عديدة فهتساعد على توطين الصناعة بالاضافة لانها كمان هتوفر فرص عمل كمان سيادة الرئيس قال ان الدولة المصرية ما عنداش وقت تضيعه لان مشروع الرمال السوداء محتاج متابعة دقيقة والدولة هتقدم كل التسهيلات المطلوبة للقطاع الخاص حتى لو وصل الامر الى الشراكة فانا بقول في سنتين يبقى انا النهاردة لو قلت في عشرين خمسة وعشرين ثلاثين مليار جنيه من القطاع الخاص الشغال في الموضوع ده بتدفقات مليئة خلال سنتين هيكون عندنا مصنعين ثلاثة اربعة اكتر ولزي ما تشافين الفرصة كده بقولي الكلام ده دلوقتي ليه عشان احنا ما عندناش وقت او فرصة نضيعها نقول ايه طب ماشي بقى ان شاء الله نبقى نفكر لا مفيش نفكر الحاجة الحمد لله رب العالمين وانا بكلمكم انا مش اول مرة اسمع الموضوع دلوقتي واول مرة تشوفونا بواحدة ما نفتتعه النهاردة لكن لا ده الموضوع متابع بدقة شديدة ويعني عشان ده فلوس بنحطها وعندنا امل انها تجيب لنا حاجة ده جنب ده جنب ده جنب ده تقوم البلد يا دكتور مصنفة تطلع ايه؟ تطلع لقدان فارجو ان احنا الرسالة تصل للقطاع الخاص احنا مستعدين خشوا لوحدكم هنساعد معاكم عايزين تخشوا باشراكة مفيش مشكلة بس عشان نقدر نعمل اكتر من مجمع من المجمعات اللي احنا بنتكلم فيها ده فقبل ما بشكر الدكتور حامد وبشكر كل القائمين على العمل ده وبشكر الدكتور شاكر يعني الدكتور شاكر دايما الخير معاه يعني طب اشكر الدكتور شاكر على افتتاح المشروع ده وطبعا يعني انا شاف ان كل الامور الاساسية اللي انتم محتاجينها بقت متوفرة سواء كانت ميت معالجة تحليل البحر او الكهرباء او الطرق وهنكمل يعني فاحنا بنشكر كل الشركات المدني الشركات التعدين كل اللي اشتغل في هذا المشروع بواجلهم التحية والشكر بقول اول مرة نقدم على خطوة في هذا المجال في مصر فبالتالي انتم هتبقوا رواد لهذا العمل ربنا سبحانه وتعالى يجعل فيه خير كتير ونتحرك ونبقى نفتتح مجمعات زي كده الدولة تفتتح ان شاء الله خلال السنوات القليلة القادمة في النهاية بنشغل ناس في النهاية بنجيب عوايد بالعملة الحرة كويسة بنوفر فلوس احنا كنا بنشتري بيها منتجات زي كده هنبقى احنا بنطلحها من عندنا وبتتبع جوه السوق في مصر قليلا نتكلم عن ابرز الاحداث والاخبار اللي حصلت امبارح نبتدي مع الاجتماع الاجراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة استعدادات طرح عدد من قطع الاراضي والوحدات السكنية للمصريين العاملين في الخارج وكمان متابعة خط التطوير الهيئة العربية للتصنيع وموقف المشروعات القومية المشاركة في تنفيذها اقبر تانية كتير هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي في مجموع من الاخبار المهمة اللي حصلت امبارح منها الاجتماع اللي عمل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة استعدادات طرح عدد من قطع الاراضي والوحدات السكنية للمصريين العاملين في الخارج وده تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم مجموعة من التسهيلات والمميزات اللي بتسهم في تحقيق مطالب المصريين في الخارج امبارح استعرض الدكتور مصطفى مدبولي تقرير بشأن تخريج الدفعتين الثانية والثالثة من مبادرة صنايعية مصر وأكد رئيس الوزراء ان المبادرة دي بتعد من أهم المبادرات الثقافية اللي أطلقتها الدولة المصرية في الآوينة الأخيرة وبتستهدف تأصيل الهوية المصرية والحفاظ على ملامحها وموروستها الإبداعية الفريدة بما يعكس اهتمام الدولة بقيمة الإنسان المصري امبارح برضو عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع لمتابعة خط التطوير الهيئة العربية للتصنيع وموقف المشروعات القومية المشاركة في تنفذها وأكد رئيس الوزراء على دور الهيئة العربية للتصنيع المحوري في قطاع الصناع الوطنية باعتبارها صرح صناعي وتكنولوجي كبير امبارح نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفو جراف جديد بيتناول الاستثمار الأجناب المباشر في مصر وبيوضح ارتفاع صافي الاستثمار الأجناب المباشر في القطاعات غير البترولية خلال عام 2021-2022 بنحو 81.3% بقيمة 11.6 مليار دولار وكمان وصل حجم الاستثمار في تأسيس الشركات الجديدة أو زيادة رؤوس الأموال لـ 3.4 مليار دولار بزيادة 2.1 مليار دولار أما في جولة المحافظات في مجموعة كبيرة من الأحداث اللي حصلت في المحافظات مبارح واللي منها توفير 331 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتنهية الصغر في محافظة إنا وألان المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية لمشروعات الخضراء في البحر الأحمر والوادي الجديد وأسيوت بالإضافة إلى توقيع الكشف الطبي على أكتر من 3000 مواطن في قافلة طبية بالشرقية وأخبار أخرى هنعرفها من خلال هذا التقرير محافظات مصر شهدت مبارح أخبار وأحداث كتيرة البداية من قنة اللي تم فيها تمويل 8354 من المشروعات الصناعية والتجارية الصغيرة والمتنهية الصغر لشباب الخرجين من أبناء المحافظة وده بإجمالي 331 مليون و 119 ألف جنيه خلال الفترة من يناير والحد سبتمبر 2022 في البحر الأحمر تم تنظيم مؤتمر للإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الزكية بمحافظات البحر الأحمر والوادي الجديد وأسيوت في الأليوبية تفقد المحافظ اللواء عبد الحميد الهجان أعمال رصف شارع الجمهورية بمدينة الخنكة واللي بيبلغ طوله 4.5 كيلو متر بدءاً من موقف المرج الخنكة وحتى موقف الأوتوبيس بالألج بتكلفة إجمالية بتصل لـ 15 مليون جنيه وده محور مرور مهم لكل مواطني الخنكة لأنه بيربط المدينة بالطريق الدائري فأسيوت تفقد المحافظ اللواء عصام سعد أعمال تنفيذ محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بقرية المعصرة وده ضمن مشروع صرف صحي قرى مركز الفتح اللي بيتكون من محطة معالجة بقرية عرب الكلبات و22 محطة رفع بتكلفة 1.7 مليار جنيه ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في الغربية أعلنت مديريت تضامن الاجتماعي بالمحافظة تنفيذ 23388 مشروع تنموي وخدمي متمثل في قروط حسنة وتسليم أكشاك ورؤوس مواشي ومساهمة في دعم زواج الفتيات اليتيمات فأسوان أجرى المستشفى الجامعي 5658 عملية جراحية متنوعة بمختلف التخصصات وده في الفترة من شهر يناير حتى أغسطس 2022 لخدمة مرضى وأهالي أسوان ومرضى محافظات جنوب الصعيد في الشرقية نظامة مديريت الصحة بالمحافظة قافلة طبية علاجية مجانية بقرية أولاد موسى اتبع لمركز أبو كبير ضمن حياة كريمة القافلة قدمت خدمات طبية ل3080 مريض من أهالي القرية في شمال سينة تم بدء العمل بمركز التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي التابع لمديريت الشباب وده من خلال عقد جلسات التقييم المهاري واللغوي والمقابلات الشخصية لأولياء الأمور وتطبيق اختبار الزكاء وجلسات التخاطب وتنمية المهارات